هذه النقطة نرجع للتقنية التقنية هي الـ EFT موجودة على الموقع هي تقنية الحرية النفسية راح تساعد أنه قلت 98% من المشاعر ما يشتبعنا نحن نتخاطر مع الآخرين نستشعر مشاعر الآخرين نتعاطف مع الآخرين فهذه الصفة موجودة عندنا خاصة الناس اللي عندهم الجانب العاطفي يعني مهيمين على حياتهم التقنية هي كالتالي هي عملية النقر على مناطق معينة فرح نتبع مرحلة بمرحلة هكا بتربيت خفيف عملية نقر خفيفة في هذه المنطقة ويبدأ يقول رغم أني الآن أشعر بهذا الضغط أشعر بهذا المشاعر تنتابوني هذه المشاعر إلا أنني رح أكون حاضر في هذه المنطقة إذن بدينا هنا بعد نروحوا لهذا المنطقة بعد هذا المنطقة هل تصلي ديرها أو الأولياء؟ الأمهات اللي رح عندها تحت تأثير المشاعر بصفة عامة هذه الطريقة رح تحررنا من عليش سموها الحرية النفسية رح تحررنا من كل ما هو ليس تابع لعالمنا إذن نضغته ثانيك هنا ثم هنا ثم على عظمة تقدموا حقيقة تدليك كأنه نقر خفيف لتدفق وكأنها تنظيف ويش الغاية تتعركه؟ ويش того ويش متلالة الأماكن لنضيف المشاعر لم يشتابعتنا إذا هذه التقنية جاء بها عالم غاري وكأنه المشاعر التي لم يشتابعتنا كأنها تغمنا أو تأثرنا تلك المشاعر فلاش سموها الحرية النفسية وكأنني أبعد كل ما هو غير تابع لي ونعود نحضر في عالمي لأن الإنسان يكون تحت تأثير المشاعر ما هو حاضر هنا والآن راهوا لو تلاحظوا كلنا لما نكونوا تحت تأثير مشاعر قوية وكأن العقل تعك فيه ضغط فيه ظلام مشوش ما نحضر فما يقدرش يحضر مع ورقة الامتحان ما يقدرش يركز مع الأولويات وما هو ضروري في تلك اللحظة إذن نرجع وقلنا بعد هذه المنطقة وهي منطقة الترقوة بعدها نقر خفيف هنا وبعد نقر خفيف حتى هذه النقطة إذن وش يقول فيها توكيدات أني نعم أنا أعترف أني نحس بشيء غير طبيعي الآن ومشاعر فيها ضغط انتنس وإلا أنني واثق من نفسي وراح أقدم كل ما يمكنني تقديمه في هذا الامتحان ويعودها مرة واثنين يقوم بهذا التطبيق بعدها يتنفس تنفس عميق يعني يحاول ما يكونش يعني التنفس يكون تفيدل كل أمور الحياة كل أمور الحياة كل لحظة تحس فيه أنك متوتر وراها تسيطر عليك مشاعر ما تخليكش تتصرف بالطريقة المفروض أنك تتصرف بها في الرهاب الاجتماعي في الرهاب التحدث أمام الجمهولي عندهم مثلا أول مرة يواجه الكاميرا شفتوا عندهم تعال ثم ما عندهمش هذه الإنسيابية أو الاسترسال في الحديث في الكلام نقدروا استعملوها في الامتحانات في الضغط في موقف معين فيه الضغط لا نستطيع أن نتخذ قرار في ذلك الموقف كل هذه الحالات يمكن أن يساعدنا لطفي كون ما راح تسمع لطفي كون ذوق الحلويات ما راح تسمع ذوق لطفي لطفي لقد كانت توكيدة لقد كانت توكيدة لا يتنجح أو يعمل توكيد في السلبي لا قدر في الحالة هذه لو حسيت بالجوع أقول أنا الآن أعترف أني نحس عندي رغبة في الأكل هل هذه الرغبة فعلا حقيقية هل جسدي فعلا يحتاج إلى الأكل في هذه الحالة هل لو وكليت هذا الأكل يعني راه صحي يقدم دعم لجسدي فكأني نكون ما هو الشيء حوالي نكون تحت تأثير المشاعر والرغبات والاحتياجات راح أنتقل إلى عالمي ونشوفه ما هو اللي راح يكون فيه نفع لي فهذا التطبيق يساعد الأم مثلا تكون حضور بالطاقة والموقف والقرار الضروري اللي راح تكون فيه حتى تدعم ابنها بدل ما تكون هي تتوتر وتزيد تنقل وذلك التوتر نفس الشيء تلميذ راهو أمام ورقة الامتحان ما زال ما يدعوه وزعولوش الورقة يقدر يساعد نفسه مثلا ليراهو يحرص داخل قاعة الامتحان يقدر ينقذ حياة يعني طالب بدل ما يروح الامتحان تعوها كيك يقدر يساعده بتقنية خفيفة وسريعة ومفعولها سريع كذلك فهذه من التقنيات اللي تساعدنا قلت أنه مهم جدا شرب الماء والتنفس التنفس العميق لأنه لو العقل ما وصلوش كمية كافية من الأكسجين رح يبقى على مستوى الأكسجين رح يوزع على الأعضاء الجسم بدل ما يوزع القدرة على استرجاع المعلومة على استحضار المعلومات ليحفظها وراجحها على التركيز على التحليل مثلا في مادة الرياضية تلفزياء الأمور اللي تحتاج تركيز تحتاج الطاقة فهذا الطاقة نجيبها نجيبها من شرب الماء والتنفس الاسترخائي وهو كل الرئة بالأكسجين بدل ما نبقى في الطريقة التنفس في الثلث الأخير فقط من الرئة لما نكون في حالة تسارع أو تحت تأثير المشاعر رح نتنفسه طريقة سريعة فما فيش كمية كافية من الأكسجين وبالتالي ما فيش كمية كافية للتركيز لطاقة التركيز في الامتحان إذن هذه تقريبا بين الوسايا لو نرجع لوسايا الأكل أنا نوصي أنه تكون فيه أكل خفيف ما هوش الأكل هذا ينزل إلى المعدة ويطلب أنه الدماغ الإنسان يركز كله مع الثقة لتعالى الأكل الموجود اللي رأي بابك بوكا وغير خبيها درير يضوك يخرجو يتغدى وغير خبي لك المكلة الدسمة هذه نعم حاجات خفيفة صلاطات يعني بروتين مليحة لو طالب يأكل حاجة فيها كافين دون ما يتكثر يعني شوكولة سوداء ممكن يكون فيه تاي ممكن تكون فيه قهوة خفيفة كل هذا المنبهات تساعدوا بشرط أنه ينتبه أنه كثير من الأكل فيه المنبهات مثلا الكوكاكولا أو هذه المشروبات اللي فيها الكافين ينتبه لها ويمتنعوا أنا نوصي أنهم يمتنعوا عن أمور ما هيش صحية يعني مجرد أنهم سمع أنه متعارف مثلا مشروبات الطاقة وكل هذه لأنها لو الجسم مش مجربها ومش معتاد عليها ممكن ينتكس ويجيب نتائج حكسية في الامتحان